جانب من آثار الدمار الذي طال قرية نهر الإمام في قضاء المقدادية بمحافظة ديالا وفق ما تداوله ناشطون مع استمرار عمليات إحراق منازل سكان القرية وباقي الممتلكات الخاصة والعامة بعد قتل عدد من أفرادها وتهجير من بقي حيا منهم مشاهد من قصة عنوانها استهداف المدنيين من قبل ميليشيات الأحزاب وعجز القوات الأمنية المنتشرة في المقدادية عن حمايتهم هجمت علينا الميليشيات يعني أبشع الطرق حرق قتل سلب يعني تفليش للمنازل نزوح للعوائل ما خلت يعني والتجرف للبساتين حرق للبساتين ما خلت اعدامات ميدانية انتهاكات تأتي ضمن مسلسل إبادة وتهجير ممنهجين على يد الميليشيات في محافظة ديالا منذ سنوات دون محاسبة الجنات وفي مقابل تلك الفوضى الأمنية تعترف قوات الجيش والشرطة للأهالي بعجزها عن توفير الحماية للسكان واقتصار عملهم على إخلاء القرى المنكوبة من سكانها المواشي التابعة لأهالي قرية نهر الإمام مشمولة هي الأخرى بالتهجير بإشراف القوات الأمنية لا حماية لسكان قرى المقدادية ولا لممتلكاتهم سواء من القوات الأمنية أو من السياسيين الذين أطلقوا الوعود خلال المواسم الانتخابية بتوفير الحماية الكاملة لسكان مدن وقرى المحافظات المنكوبة وعود لاقت سخرية واسعة في الأوساط الشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث أن معظم العراقيين يعلمون أن مثل تلك الوعود مجرد دعايات تذهب أدراج الرياح بانتهاء كل انتخابات